مشاهدينا في كل مكان صباح الخير بنصبع عليكم مع يوم جديد مليان بكل الخير والأمل لكل مشاهدينا ودائما ما نؤكد أن بالعمل وبالعمل فقط نصل إلى ما نصبه إليه ونحقق ما نتمناه من تقدم ورفع لهذا الوطن مجموعة من فقرات المتنوعة نلتقي بها من معكم من خلال الحديث عن أهم الموضوعات وأهم الملفات اللي بنتبعها دائما ما يكون لنا القائده كل يوم اثنين عن الجانب السياحي والجانب الأثري أيضا هذا القطاع الهم اللي الدولة بتدعمه بقوة من أجل مزيد من العمل على جذب عدد كبير من السائحين في إطار خطة كبيرة بتدعمها الدولة المصرية على مستوى الاكتشافات الأثرية ومن ثم أيضا بناء الأماكن السياحية التي تسمح باستعاب عدد كبيرة من السائحين اليوم نتحدث عن الاكتشافات الأثرية الجديدة ودورها في إلقاء مزيد من الضوء عن السياحة الثقافية المصرية والحضارة المصرية القديمة ده هيكون من خلال لقائنا مع الأساس دكتور مصطفى الروبي جمعة أستاذ الرشاد السياحي وعضو اتحاد الأثريين المصريين حديث الرياضة دائما لا ينضب معنا خاصة مع الأحداث الرياضية المتتابعة اللي بنتبعها خلال عودة الدور العام من خلال أسبوع وحيد توقف بعده الدوري إذانا بالاستعداد لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون مطلع الشهر القادم ومطلع العام القادم وتحديدا في التاسع من يناير عشرين اتنين وعشرين عن استعدادات منتخبنا القومي لهذه البطولة وأيضا عن المباراة التي جرت من خلال الأسبوع الثامن وبعض المؤجلات في الدور العام حيكون من خلال حدثنا مع الأستاذ عبداللطيف إسماعيل الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير أخبار الرياضة مشاهدين مندعوكم لهذا التقرير وتجديد النشاط مع بعض التمرينات الصباحية سما نعود ونلتقي ونلقي الدوء على أهم أخبارنا مشاهدين أهلا بكم معنا مرة تانية قراءة سريعة في أهم أخبارنا معكم اليوم الرئيس سيسي يشهد افتتاح مشروعات جديدة في توشكا ويؤكد بنعمل المستحيلة وما فيش نوم ولا راحة لحد لما نخلص كل مشروع بيتعمل في سينة والدلت الجديدة وتوشكا يضاهي سد عالي ويواجه شكر للدكتور كمال الجنزورية الرئيس سيسي يشهد افتتاح طريق توشكا شرق العوينات بطول 360 كيلو متر الرئيس سيسي مشروع توشكا يوفر حياة كاملة لما يقرب من نصف مليون أسرة مشروع توشكا جهد مشترك من الجميع والفلوس بتتجمع من الوزارات الصعيد على خريط التنمية في عهد الرئيس سيسي وتفاصيل المشروعات العملاقة بالمينيا محور سملوت يربط الصحراوي الشرقي بالغربي مجمع الصناعات يوفر آلاف من فرص العمل والمستشفيات الجديدة ترفع شعار تحسين الخدمة الأعلى للجامعات يقرر منع دخول الامتحانات للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا التعليم تم في عقد امتحان عشوائي لربع ابتدائي واختبار الترم 15 يناير التعليم تم في تكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بإجراء بحث علمي والصحة فحص 733414 طالبا بالصف الاول الاعدادي للكشف عن فيروس سي رسال رسائل الحصول على لقاح كورونا فور الانتهاء من التسجيل أيضا الصحة 83.2% نسبة الشفاء من كورونا في مستشفيات العزل محمد صلاح الأغلى بين نجوم كأس الأمم الإفريقية وماني الثاني تقس الاثنين مائل للبرودة نهارا وشبورة وأمطار بحلايب والصغرى بالقاهرة 10 درجات والعزمة 19 الإسكندرية العزمة 18 والصغرى 12 مطروح 18 عشرة سهاج 19 تمانية قناع 20 تمانية وأخيرا أسوان العزمة 22 والصغرى 10 درجات وشاهدينا دي كانت قراءة سريعة فهم أخبارنا معكم اليوم نلتقي بعد الفاصل وأول لقاءتنا فانتظرونا بنسبة عليكم مطحف الحضارات التطور دلوقتي بقى أحسن من الأول وبلدنا بلد الحضارة والسياحة بتيجى عندنا من جميع نحاء العالم عشان يشوفوا الحضارة بتاعة مصر الجميلة زيادة الاكتشافات الأسرية وديت حاجات كويسة جدا منها الافتتاح اللي حصل الأخير ونقل المميموات من المطحف المصري إلى المطحف الجديد دوت برضو بيزيد من السياحة وتدفق السياحة بنسبة كبيرة جدا ودوت بنتمنى التوفيق للجهود اللي بتعملها وزارة السياحة والدولة دوت بيزيد من العملة الصعبة والسياحة بتيجي بنسبة كبيرة لما شفت لقصر على تلفزيون بصراحة حاجة فخامة جدا فانا طبعا الي يقام اللي فتح فيها صد الرئيس عبد الفتاح السيسي فانا طبعا كنت موجودة هنا في مصر فانا طريق الكباش بصراحة بسم الله الله أكبر لما تفتحت عن لقصر بصراحة بسم الله الله أكبر لتبقي بقيت بسم الله الله أكبر كويسة في لقصر حاجة ممتازة جدا 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 اللي هي بسهم بتطور السياحة وطبعا الاقتصاد بتاع البلد بيزيد تمام وتاني حاجة يعني دي مصر ام الدنيا ومعروفة بالسياحة مشاهدين في كل مكان اهلا بكم ومعنا مرة تانية بنتواصل معاكم على الهوام بشارة واول لقاتنا وحادثنا كما نواهنا في البداية هو حديث عن الاكتشافات الاثرية وحصاد عام 2021 حول هذه الاكتشافات ومن ثم العديد من الاحتفالات التي تمت خلال هذا العام للترويج للسياحة المصرية وتحديدا السياحة الثقافية اللي الدولة المصرية بتدعمها بقوة خلال هذه الفترة بسعاد يكون معنا في هذا اللقاء لست دكتور مصطفى الروبي جمعة وستاذ الارشاد السياحي وعضو اتحاد الاثريين المصريين والمؤرخين اهلا بك معنا فاند اهلا بسعادة فاند اهلا بسعادة دكتور مصطفى بداية انا احنا عايزين نتكلم يعني لو حضرتك كده متابعة لاهم الاكتشافات الاثرية اللي تمت خلال هذا العام بساطة احنا اتعودنا منذ سنوات قليلة ماضية ان احنا كل سنة لازال موضوع الاكتشافات بيتم وهل عملية استعادة الاثار المصرية من الخارج ده بمثابة اكتشاف في عالم الاثار هو اكيد الدولة المصرية بتحرص تماما ان هي كل سنة يبقى عندنا جديد وخصصة المتمثلة طبعا في وزارة الاثار اللي عراسها طبعا استاذنا كبير اتكتور دكتور خالد احنا السنة دي كان عندنا شغل في الوزارة وتكامل مع اعضاء التدريس في الجامعة المصرية بالشغل الاكاديمي يعني فكان فيه تكامل بين الاثنين الوزارة والعضاء التدريس فيه تأكيد على المشروعات تلك كانت متوقفة واستمرارها في الشغل زي البعثات الاثرية اللي شغالة فيه سقارة سقارة منطقة قديمة جديدة فقديمة جديدة فشغال فيها 15 بعثة أثرية الناس فاكرة ان سقارة خلصت بالعكس سقارة شغالة ويطلع فيها اكتشافات أثرية مثلا في شهر يناري اللي فات الدكتور عولة العجيزي وساز الأثار المصرية في جامعة القاهرة ببيعستها الأثارية وهي رئيستها طبعا طلعت لنا مقبرة لرئيس المخازن الملكية في عدرامس الثاني دي ليها أهمية خاطرة جدا بشكل بسيط بس ان اي حد بيحكي عن تاريخ اي بلد بيحكي عن تاريخ السياسي بتاعه الملوك بتوها عمله ايه احنا بقى هنغير التاريخ احنا الشعب بتاعنا عمل ايه وده الجديد ده اللي بتشتغل عليه الوزارة دلوقتي تاريخ الملك تاريخ الملك لا احنا عايزين بقى تاريخ الشعب ده تاريخ افراد ده كان الرئيس المخازن الملكية والكاتب الملكي والمسؤول عن بعض الخزان الملكية وتربية العجور المقدسة ده واحد من الموظفين اللي موجود فيه منف وكانت مكبرته في سقارة دي مجموعة مقابر ممتدة حوالي عشرين مكبرة في منطقة مقابر حور محب او حور محب اللي موجودة في سقارة ودي كانت في يناير بعدها بشوية طبعا عملنا الافتتاح الرائع ونقل المميوات كحدث عالمي ودي فكرة برا السندوق ده اللي بنتكلم فيه احنا بنستمر في مشروعاتنا القديمة اللي هي الاكتشافات الاسرائية وافكار برا السندوق بحيث ان احنا عملنا مناصر جنة تحالف عالمي يعمل دعاية كويسة جدا بطريقة جديدة مختلفة على كلنا شغالين بها زمان بالفعل متحف الحضارة شغال دلوقتي بشكل رائع جدا كومبليت يوميا كم العدد في الزيارات بعدها بشوية لقينا موضوع طريق كباش طريق كباش حضرت ده احنا شغالين فيه من سنة اربعة وخمسين اربعة وخمسين من ايام الدكتور الله يرحمه زكريا غنيم لما اكتشف اول طريق كباش بعد كان الدكتور محمد الصغير الدكتور محمود عبد الرازق بعده اكتشافات متوالية من طريق كباش يوم ما جاء الرئيس السيسي في 2017 ادى اردر بان هو ده مشروع واقف فلازم يستكمل طب قال له كان هو واقف سبب التعديات اللي تمت عليه ولا سبب بص يا فاندن يعني فيه سببين السبب الاولاني اصلا كان في الطريق في حاجات مبنية احنا عندنا التمويل وده كانت مشكلة رهيبة جدا لبعض المشروعات المتوقفة يعني مسأل بعثات الاسرية في بعثة اجنبية ده تمويل اجنبي فبيجي يشتغل على طول التمويل المصري الاجنبي ده بعثة مشتركة بيبقى فيه جزء منهم شغل البعثات المصرية اللي شغلها طبع جامعة المصرية يعني الموضوع صعب شوية تمويل ذاتي اه او تمويل حكومي فانت عارف حضرك الدولة المصرية خارج جامع بعد صورة وبتعرفها يعني الامور المالية بالذات بتأثر معنا جامع جدا فلما رئيس السيسي حط الدولة كلها وراء المشروع المشروع خلص وعلى اكمل وجه لما جبنا شركة دولية برضو سويت لنا الحفل الأسطوري الجميل دوت عايز اقولك ان حصل حاجتي دي مرة واحد طلعت يفطت كامل العدد لفنادق لقصر لغاية شهر ثلاثة الجاي وده ده مهده اللي احنا عايزينه كامل العدد ما كانش بتحصل في كورونا حضرتك او في كورونا كامل العدد لغاية شهر يمارس دي مرة اتنين اعلنت منظمة سياحة دول العالمية ان لقصر واحدة من اهم عشر وجهات سياحية في العالم ده بعد الافتتاح الايه؟ الأسطوري يبقى احنا ماشيين صح ماشيين صح وهكذا يجي بقى الاكتشاف اللي اعلنه الدكتور زي حواس ودكتور مصطفى وزيري في غرب الاقصر بتاع المدينة العظيمة المدينة السكنية ده كان فندي في شهر اربعة تقريبا اعلنوا عن اكتشاف المدينة الزهبية او المدينة المفقودة فالناس بتسأل طب اولا ليه سميت المدينة الزهبية او المدينة المفقودة هي مدينة في غرب الاقصر مدينة سكنية متكاملة يعني في البر الغربي؟ في البر الغربي في البر الغربي مليان اثار مكتشفة جميل جميل اتخذ علينا في حضرتنا المصرية انها حضرت اموات معظم من الاناة لقينا مقابر اهرامات مكبرة ودي موليك الملكات مقابر واحد كذا فلما تلاقي بقى مدينة سكنية لا والله ده احنا عندنا احياء هو الله يعني مش مدينة اموات بس فكان بيأخذ علينا اننا لم نعثر على منازل فالبعثات الاسرية المشتركة بين مركز دكتور رزيح حواس في مكتب سكندرية مع وزارة الاسر فقدروا كانوا رايحين بيدوروا على معبد جنزي ليه توت عن خيامون في المنطقة في غرب الاقصر يشاء ربنا ان الاكتشاف يكون حاجة تانية خالص لمدينة متكاملة مدينة عمال بس ايه بقى الجميل فيها ان المدينة عارف حالك لما بالمصطلح حديث كومباوند متكامل انا بعمل كومباوند بعمل فيه كل الخدمات عشان السكان بتوعي ادفع السعر كويس ويلقوا خدمات كلها جوا لما تقى جوا المدينة السكنية احنا بنتكلم على 3000 سنة فاتت يعني عهد من حطب الثالث 3000 سنة 3000 سنة فاتت اه من السنين يعني بتكلم يعني احنا لقينا تكلم 3000 سنة قبل الميلاد اه 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 حضرتك فاندم مثلا روما او ايطاليا بتتباهى بمدينة بومبي من اشهر المدن المتكاملة احنا بقى رجعنا يعني مصر بتتباهى مثلا ببعض المدن الكاملة السكانية زي مدينة كارانيس في الفيوم لا احنا لقينا مدينة تسبق كارانيس بألف سنة اللي هي المدينة بتاعت في فيوم بتاعت القصر دي البنية التحتية بتاعتها كلها موجود يا فاندم لقينا مخبز ليش لقينا اه انقاس في كلمة ورشة لتصنيع الاحذية لقينا لحوم متخزنة الجميل في الامر بقى وكأنك ليس سايب لحاجة جدا مبارح لان هي كانت مدفونة تحت الرمال بطريقة معينة فاحنا لما مش احنا لما الوزارة اكتشفت لقينا البيوت كما هي بارتفاع حوالي ثلاث دوار او ثلاث غزي ثلاثة متر مبنية بالطوب اللابن وده كان صعب يعيش لا عايش ومعمول بقى بطريقة هندسية جميلة جدا بطريقة الزجزاج وده حاجة هندسية بحيث انه يبقى ويعيش لما لاقي في المدينة زي ما اقول حالك مخبز عايش لما لاقي مكان لتصنيع الاحذية والاماكين مكان لي تخزيني لحوم وده كانت الهدية اللي كان بيديها اي مالك للعمال دايما اللي ما كانش في فلوس فكان انا كمالك او كحاكم هديه دي ايه فبيدي الحوم نبيز ولقينا هناك بعض الفخريات وحاجات جميلة جدا المدينة لسه ما اكتشفتش بالكامل فاللي رقناه منها اللي رقناه منها متكامل متكامل يعني الجزء اللي تلاقى ده بس اكتشاف يعني زي صاني البروتانية اعلنت ان هو اعظم اكتشاف في 2021 يعني ده حاجة رائعة جدا طب وهي المدينة دي هجرت يعني زي طومسط يعني يعني بومباي مثلا حفزت بسبب موضوع البركان وثورة البركان اللي حصلت فحفزت المدينة وحفزت اثرها واشكال اللي احنا شفناها طب دي ازاي بتوع الجيولوجيا بيقولنا ان فيه علم اسمع علم طبقات الارض يعني الارض فيها طبقات لما وجد ادور بلس اقول الدولة القديمة جات الاول فهلاقي في الطبقة اللي هي العمق كذا الدولة الوسطى هلاقي في العمق كذا الدولة الحديثة هلاقي عمق كذا فعلى مدار السنين بيلاقي اتشافتنا احنا تحت الارض يعني فيما معناه ان الجزء الصحراوي الغربي في عامل التعارية بتردم بتردم فممكن فيه عواصف راملية وكام ده كله جات على المدينة فأسأحلتهم هجروا المكان اه بالزبط فهجروا المكان وقربوا من الوادي شوي فافضل لهم ان المكان يسكن اللي جنب الوادي وهجرة المدينة لذلك لقينا فيها هيقة العظمي لبشر ولبعض الحيوانات بيدرس حتى الان نعيز اقول الحيك ان احنا مصر رقينا طبعا اقدم هيقة العظمي موجود فيه المتحف بتاع الحضارة 30 ألف سنة قبل الميلاد بتعنزة خاطر حاجة كده رائعة جدا يعني ما يجي حد من برا يتفرج على المتحف بتاع الحضارة بتاعنا يقولك هيقة العظمي يعود 30 ألف سنة انت بتكلم يعني احنا حضارة جامدة يا جماعة مش حضارة بقى مأكد تانية جملة مش حضارة سياسية ده حضارة شعب احنا كده بنأكد على الجملة دي لان في ناس غرضها تشويه الحضارة المصرية بان الملوك اه كانوا بيحكموا بس حد تاني اللي بنى الهارم حد تاني اللي عمل مش لا العمالة هم الحقيقة هي المصرين هم يعني كلمة المصرين هم وتحيا مصري يعني الدنيا كانت زي الفل مش زي ما بيتقال على الحضارة المصرية حضارة أموت أو حضارة ملوك ودي كانت أجمل حاجة طلعتها وزارة السياحة والأسر ومع يعني هذه المدينة اللي هي في غرب النيل اللي هي في منطقة المر الغربي دي لازال حفريات شغالة فيها شغالين فيها فاندم وممكن ايه يعني اوزا أقول لها حالك احنا شغالين يعني اشتغلوا فيها من سبتمبر عشرين لقناها إبريل واحد وعشرين فوضع احنا ما كانت شغال عمك كبير دي نمر واحد دي نمر اتنين مكانها قرب معبد الملك آي والملك حوري محب فكان المتوقع ان احنا نلاقي معبد الجنزي بتاع تتعان خامون بس هو يعني فيه قصة سياسية كده انه ممكن يكون هو معبد الملك آي بس يعني ده حوار أسل وتاريخي ممكن نرجع له بعد ما ندور في بقية المنطقة طيب بالنسبة لسقارة نرجع مرة تانية لسقارة يعني هل سقارة يعني بتنتمي أثارها لعصر الدولة القديمة بشكل أكبر هرم المدرج ولكن عندما نتحدث عن الأثار المكتشفة هل بتنتمي لهذه الحقبة ولا هي برضو تعقبت عليها دول كثيرة جميل هندي مثال بس بسيط عشان المشاهدين يستوعبوا القاهرة مهما بنينا من مدن جديدة العالمين والقاهرة الجديدة قاهرة ما تزال لها رونقها وباءها لا قاهرة ولن تنتهي هي نفس فكرة في سقارة منطقة جبانة بتاعة مدينة منف القديمة فهي مدينة أساسية من عهد الملك ميناء أو نعرمر مؤسس الواحدة التانية في الحضارة المصرية والأسرة الأولى ففضلت في الدولة القديمة لها أثارها موجودة لما جاءت الدولة الحديثة كان بقت إمبراطورية فأصبح الملك قاعد في طيبة في الجنوب طب الجزء الشمالي قريب من الإمبراطورية بتاعته في سوريا وفلسطين وحتة دي طب يحطي لازم واحد يكون بديل لي أو وزير لي فأصبح الملك في الجنوب ليه وزير بيحكم من الشمال فأصبح فيه مركز ثاني المصر غير طيبة وهو منف دي نمرة واحد نمرة اتنين كان الملك يدفن في واد الملوك أما الوزير أو الكبير المخزن الملكية مثلا زي اللي لسه يبقلوا عليه حور موية ده مدفون فيه سقارة فمثلا ندي مثال صغير الملك حور محب ده كان ملك على مصر آخر ملك في الأوسط 18 ده كان وزير وكان قائد الجيش عمل نفسه مقبرة في سقارة لأنه كان قائد الجيش في منطقة منف لما أصبح ملك هجر مقبرته في سقارة ورايح عامل مقبرة في واد الملوك فأصبح إحنا بنتكلم على منطقتين منطقة ملكية في طيبة ومنطقة شعبية لكبار الموظفين الوزراء كبار قائد الجيش في سقارة وما تبوح بيه من أسرار بقى عايز بقول لحديك أن فيه 15 بعثة أسرية شغالة ومتوقعين اكتشافات لا حصلة له 15 بعثة مصرية ولا؟ ما بين بعثة مصرية لجامعة القاهرة مثلا شغالة فيها دكتور عولي العوجيزي ما بين بعثات أجنبية جاي من جامعة لايدن مثلا جامعة ميتشيجين في بعثات مصرية أجنبية مشتركة ده بسبب التمويل يعني هي بس إيه بسبب التمويل هو اللي بيفرق معانا الدكتور زيح حواس طبعا شغال بسم الله ما شاء الله أفصل أرى برضو البعثات بتاعته شغالة تبع جامعة سكندرية هو في مركز المصريات عامل الدكتور أساس الدكتور زيح حواس في اسكندرية في مكتب اسكندرية ده شغال في الحفير في سقارة وفي المنطقة المدينة الزهبية وطبع بس ليه سموها المدينة الزهبية مش لقوا فيها دهب هي سموها المدينة الزهبية بسبب إن هي كانت في العصر الزهب المصر ايه هو العصر الزهب المصر؟ القصر 18 من أول من أحمس طردوا الكسوس وأعظم ملوك بحطمس التالت العامل الإمبراطورية ويجي بقى من حطب الثالث لأس المدينة دي كان عايش في عهده أحد المهندسين اسمه أمنحطب بن حيابو السياح لما يخشوا المتحف يجي المرشد يقول لهم إيه البهو بتاع المتحف الأساسي بتاع المتحف المصري اللي في التحرير في أربع تماثية تلاتة منهم من الرمسيس واحد لأمنحطب بن حيابو اللي مش مالك فالساقح يسأل طبعين تقع حطي لي تلات تماثيل ملوك واحد لشخص عادي لين ما تحطي مالك فنقول لهم لأمنحطب بن حيابو ده من أعظم المهندسين الذين جاءوا لمصر وهو من بنى المدينة الزهبية تقريبا لأنه كان المهندس المسؤول عن جميع إنشاءات المالك أمنحطب الثالث نبماعة رعا وبيدليل أن يتعمل له تمثال وخلط بعض الشكل يعني يعني المالك نفسه سمح له يعمل نفسه تماثيل تماثل تماثيل الملوك سمح له يعمل جزء المعبة الجنازي فده ما بيسمعش لحد طبعا فكل المالك يسمح لشخص يعمل كده لا يبقى الراجل ده فعلا وصل لي حتى لو كان مهندسين فهو يعتبر من عامات الشعب بالضبط هو كان شخص عادي جدا من أتريب بنها حاليا وسافر لطيبة وتعرف على المالك وبعد كده بقى أصبح كابير المهندسي وإنشاءاته طبعا يعني تجوب أرض مصر كلها وأشارهم طبعا تمثالة منهم البقايا بتاعتمات حفظ فاندم كان عندنا يعني باللفظ الحديث كان فيه كورة هندسة وكان فيه كورة طب بس هي كان بنسميها مدرسة أو جامعة قون جامعة قون اللي هي كان عين شمس حاليا دي كانت من أشر الجامعات أو معابد التعليم في معابد كان بيدرس فيها جامع علوم أشهر علم الطب والطحني في المعابد المصرية القديمة فعشان كده حتى في القرآن الكريم لما قارون سيدنا موسى كان بيقول له لازم تطلع من مالك لله فقال له إنما قطيته على علم من عندي يعني أنا ده العلم البتاعي هو اللي جاب للفلول دي هو اللي جاب للمال دي آه يعني واضح جدا إن الجملة دي مصرية قديمة هي إن كان فيه علم منتشر ففيه غنى بسبب العلم تمام إنما قطيته على علم عندي طب هل موضوع الاكتشافات بقى مستمر معنا في عشرين اتنين وعشرين ولا يعني إيه المقدمات في واحد وعشرين اللي بتؤكد إن الأذال هناك الكثير من الاكتشافات في العام القادم والله يا فندم هي الاكتشافات مش هتوقف إحنا أرض مصر كلها أرض أسرية ما لم يزبط العكس يعني تقريبا كل مكان هتحفر فيه حتطلع أثار ما لم يزبط العكس يعني هل عندنا المفروض بتدور في كل مكان قريب من منطقة أسرية هتلاقي امتدادة ليها هتلاقي امتدادة يا إما هتلاقي امتدادة أسرية تعود لمصر القديمة امتدادة أسرية تلاقي عاصيوني الروماني أسرية إسلامية وهكذا ودوالي مفيش مكان في مصر تقريبا ما جاتش عليه حضرات من الحضرات وبنت وضحت فلاكتشافات الأسرية في سقارة مثلا المنطقة القديمة الجديدة دي زي ما قول حقيقة خماتشار بيعس الأسرية شغلة طب هتنتهي امتا مش هتنتهي مستمرة مستمرة احنا عندنا جملة صغيرة كان كتابها الدكتور أحمد فخر رحمة طلع عليه قال المنطقة من ميدوم في بني سويف حتى أبو رواش شمال الجيزة منطقة سري متكاملة يعني احنا لو حفرنا من بني سويف لغاية قرب طريق سكندريل السحراوي دي اسمها جبانة منف الملوك كانوا بتدفنوا فيها هم والوزراء والكام ده كله طب يطلق المنطقة دي كلها متكاملة فما زالت تبوح بأسرار طيب نقول في 22 افتتاح بينتظر العالم افتتاح المتحف الكبير تمام احنا كان عندها مشكلة في المتحف بتاع التحرير المشاريع القديمة كان المكان بيفتح او بيستثمر دون النظر لازدحام المكان او كامده كله فكان متحف التحرير مناسب جدا ومكانه وموقعه بجوار الفناني قصة البلد كان ريش قراع الدولة فعاد رئيس السيسي بتفكر بطالة مختلفة او برا سندوق زي ما اتفقنا في حاجة اسمها التنمية المستدامة او السيحة المستدامة احنا عايزين حاجة ايه باستمرار مش هتوقف بعد شوية فلازم السياحة تتكمل مع بعضها فلازم اجزي كنت اعمل متحف اعمله في مكان اولا يعتبر شي بيفوضي شوية الطريق سالك اتنين بجوار الفنادق تلاتة منطقة سالية متكاملة مع بعضها مشروع سياحة متكامل فانا اولا المطار موجود يعني انت حالك تقدر مثلا لو انت جاي من امريكا او جاي من اي حتة تنستعمل ترانزيت تزور المتحف بتاعنا وبص على الهرم وتتغدأ وتمشي ده دي سيحة ترانزيت ما كانش عندنا فده مشروع متكامل اتنقلوا بعض الاثر الانشاءات خلصت بنسبة 99% الفترين الاثرية خلصت بنسبة 98% تركبت كلها وضع الاثار جوه الفترين وصل نسبة الوضع فيها ال 66% يعني بمجرد بس ما نخلص وضع الاثار جوه الفترين ده موضوع كبير خاص بالتوازن بقى اه طبعا كيميائية وبيوروجية عشان نلحفظ على الانطر ويه المناخ وكان ده كله ويهيتم التعاقد مع شركة برضو اعلامية على سمعة طيبة عشان نعمل افتتاح يلقى بمصر يمكن نلاقي بعديها مردود زي ما حصل مع الاثر احنا بنتكلم مع الاثر اصبح متحف مفتوح كامل عدد في السياح فاحنا عايزين يحصل نفس الايه الميزة في المتحف الكبير واعتقد ذلك يعني الحكومة واخدى بلا من كده كويس انا مش هدفع الفيزيكو كلها في الاخر مايشتغلش معي اه صعب جدا صعب جدا الدولة المصرية فعلا الفترة احنا بقلنا كده بالزبط 3 سنين بالنسبة للسياح والقصار اه الشغالين بافكار جديدة جدا وبصراحة من ساعة ما الدكتور خالد جيه اه الشغال بجانبين متوازين مهم كنا قبل كده الشغالين اسري اكتشافات الدكتور خالد شغال اسري وسياحي مهم فيه في توازن فبالتالي احنا قدرنا نوصل بالاكتشافات الجديدة للساقح اللي برا اللي قدر يجينا ونقدر نتميز عن غيرنا بالاثار الموجودة عندنا اللي مش موجودة عند حد تقريبا يعني انا مشكور جدا دكتور مصطفى الروبي جمع واستاذ لرشاد السياحة وعضو اتحاد الاثريين المصريين والموريخين مشكور جدا لهذا اللقاء كل ثاني وحرك طيب ودائما مع اكتشافات بتبوح بها الاراضي المصرية لحضارة خلدها التاريخ مشكور جدا لهذا اللقاء شكرا لك مشاهدينا في كل مكان نلتقي بعد الفصل لفقرتنا الرياضية فانتظرونا بنسبح عليكم مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم معنا مرة تانية بنواصل معكم ولقاءنا على الهوى مباشرة ونفقرتنا الرياضية المعتادة كل يوم اتنين ونحن على عتاب عام جديد ممكن هنلتقي معكم ان شاء الله في الحلقة القادمة هتنكون في عام جديد ان شاء الله نتكلم عن الحصاد الرياضي واهم النقاط المضية من خلال الحصاد الرياضي في عام 2021 اهم هذه النقاط بداية من بداية العام وصولا لنهايته واستعدادات منتخبنا للمشاركة في كأس الامم الافريقية لكرة القدم في التاسع من يناير القادم ويمكن اسبوع تم على استحياء من الدوري العام كانت نهايته بالامس لبعض المؤجلات ويمكن كثير من المباريات يمكن دارت من خلال اسبوع الثامن دعونا في البداية نرحب معكم في هذا اللقاء بالكاتب الصحف الأستاذ عبداللطيف اسماعيل الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير أخبار رياضة أهلا بك معنا أستاذ عبداللطيف أهلا بك أهلا نساء يعني إذا ابتدنا نتكلم بقى نتعرف في أواخر كل سنة بيبقى الصبغة السائدة في كل البرامج بتكون يعني مجرد تذكير للسادة المشاهدين بماذا تم خلال العام المنصارم أهم النقاط التي تعتبرها مضيئة للرياضة بشكل عام في عام 2021 والله هذا الموسم يعني رغم أنه موسم مستثنائي في الرياضة المصرية بسبب الكورونا لكن إلا أنه هو موسم طبعا حققنا فيه العديد من الإنجازات يعني الرياضية سواء كروية أو في الرياضات المختلفة بشكل نعيم يعني بالنسبة للدور المحلي يعني أمكن نختم بأن زمالك نجح أن هو يكسب بطولة الدور العام بعد أداء يعني كان شكل جيد جدا وعمل ماتشوت جيدة جدا موسم بالنسبة للموسم الكروي يعني كان ساخن من بدايته لنهايته حتى صراع الهبوط وصراع القمة هدف كتير جدا أحرزت في هذا الدوري وتوج في النهاية يمكن الزمالك فاز بالدوري قبل أسبوعين من نهايته في ماتشوت الأخير كان مع الانتاج الحرب اللي كسبه 2-0 لسيد زيزوة بن شرقي فيعني ده بشكل عام بالنسبة للدوري الحمد لله كان فيه حاجات كتير تقول الدوري ممكن مش هيكمل فيه مؤجلات فيه حاجات فيه المنتخب الأولومبي فيه الدورة الأولومبية كان فيه حاجات كتير جدا هذا الموسم بالنسبة للدوري ده بالنسبة للقورة بالنسبة للمحلي بالنسبة للدوري بالنسبة للنادي الأهلي طبعا حصل على النجمة العشرة بالنسبة لأفريقيا بعد موسم برضو عمل قلت للأندي الأبطال الأفريقية بالضبط عمل أداء أعلى مستوى مع موسماني المدير الفني الجنوب الأفريقي اللي قاد النادي الأهلي يعني كالأهلي برضو فكر في مدير فني يكون جيد جدا وصاحب فكر فجاب موسماني كانت حاجة بعيدة شوية عن التخيولات الأهلي تملي مدرسة برتغالية أو مدرسة مدرب أجنبي لكن المرة دي مدرب جنوب أفريقي الأهلي قدر أنه هو يكسب كاس السوبر وبعد كده الأفريقي لكن بالنسبة بطولة أفريقيا طبعا كايزر الشيفز المطش الأخير اللي هو كان دلوقتي اتحاد الأفريقي طبعا نتيجة للظروف كان مطش رايح جاي فبقى مطش واحد بس هو اللي بيحسم اللقاء وتعمل في المغرب على استاد محمد الخامس الأهلي قدر يكسبه بنتيجة كبيرة 3-0 يعني الجوان جات في الشوط الثاني الأهلي أدى أداء جيد جدا وده أهله أنه هو طبعا يطلع كاس العلم الأندية كاس العلم الأندية طبعا ده الأهلي يمكن دي كانت البطولة الستة بالنسبة لبنان دي الأهلي كانت في قطر وعمل يعني شيء استثنائي للأهلي أنه هو طبعا يفوز ببطولتين يعني أو يشارك في بطولتين وراء بعض وأنه هو طبعا دي ظل مشاركاته يمكن الستة الأهلي جاب مديليا برونز وصل مركز ثالث مع بالميراس بضربات الجزاء عمل ماتشات جيدة جدا كان الأول مع باير ميونيخ البداية يعني كانت قوية جدا لكن الأداء ما كانش الناس مبسوطة به في الأول لكن طبعا عمل الأهلي ماتش كواس جدا وقدر يلعب على المركز الثالث ويكسب بالمديليا البرونزية يمكن الأهلي كسب البطولة دي يمكن جاب مركز رابع وجاب مرتين ثالث من ست مشاركات قبل كده هو موسمين يشارك مثلا كان الموسم الموسم الأخير ده واللي قبله 20-21-19-20 ولعقوا تقريبا كان قبل كده في 12-13 و2005-2006 ممكن كانت بداية النادي الأهلي بذكر كس العالم للأندية يلا أخبار بالنسبة للمشاركة الأهلي اللي جاية في السنة الجاية في كس العالم للأندية تحلت خاصة أن الكامل هتتلعب فالموضوع بقى أكثر تعقيدا دلوقتي والله هو طبعا الأهلي من حقه أن هو يلعب طبعا في بطولة كبيرة زي كده وله تاريخي أن يلعب بكامل نجومه وما يقدرش يعتذر فطبعا وما يقدرش يعتذر فطبعا هي طبعا إيه أزمة شائكة ما بين أصلا الأهلي لا أعتقد أن الأهلي طرف فيها بشكل أساسي هو طرف في المشاركة ولذلك يلعب بكامل نجومه عشان يظهر بشكل مشرف طبعا لأن الأهلي بيمثل مش الكرة المصرية بس الأهلي بيمثل الكرة الأفريقية لأن الأهلي بيبقى طبعا إيه ممثل أفريقيا فطبعا المشكلة كانت بشكل أكبر مع الاتحاد الأفريقي أعتقد أنك الاتحاد الأفريقي طبعا والكابتن برضو هاني أبو ريدا بيحاول أن هم طبعا مع إمفنتين ورئيس التحاد الدولي في أنه هو يكون إن شاء الله الموضوع يصل لحلول كبيرة جدا خاصة بعد ما الكاميرون أكدت أن هي جاهزة للمكاس الأمم اللي هو حينطلق واتحاد الأفريقي يعني صدق على كلام سامول إيه طبعا هل من المعقول أو من أن الأهلي مثلا لو إحنا المنتخب وصل لمراحل متقدمة في بطولة أفريقيا أمم أفريقيا وخلاص بقى لازم تشارك بلعبتك أنت كنادي الأهلي ممكن تسحبهم من المنتخب بص عزل حضرتك تقرار فني يرجع للجهاز الفني هو اللي حقدر ياخد قرار في هذا الجهاز الفني بقى بتاع المنتخب أو الجهاز الفني بتاع الأهلي بتاع الأهلي مع المنتخب لأن هي نهاية كاس الأمم يعني أيام بداية كاس العالم الأندي فطبعا لابد أنه هو طبعا حتى في فترة الانتقالات فترة راحة اللاعبة والكلام ده كل لازم يبقى فيه فرصة يعني متسعة من الوقت للتنفس اللاعبة شوية علشان تعرفه صبع مشألات يعني طبعا لأنه هو حتى المطشط الأخيرة وأنه أنت عندك دلوقتي لعبة زي لعبة الأهلي ولعبة الزمال بشكل كبير جدا هم قوام المنتخب بشكل أساسي يعني أنت بتعتمد عليهم في المشاركات الدولية سواء كاس أمم أفريقية أو حتى بعد كده لما كان كاس عالم شاركنا كاس عالم في روسيا فعندك كرت طبعا الأساس أي نعم كروش دخل برضو مجموعة من اللاعبة جيدين في كاس العربي يعني عشان يشوفهم لكن أنت عندك القوام الأساسي لازال والناس أصحاب الخبرة لازالت هي من نادي الأهلي ونادي الزمالي فطبعا ده القوة الأساسية للمنتخب فالنادي الأهلي طبعا عشان يوصل ويكمل مسيرته الناجحة اللي هي مشرفة طبعا الكرة المصرية لابد أن يكون الفريق بكام النجوم فدي طبعا مشكلة طبعا بتقرق النادي الأهلي بشكل نرجع لحصاد 2021 طعن كان من أبرز النقاط الرياضية بشكل عام هو مشاركتنا في دورة العاب الأولمبية والباراليمبية في توكيو 2020 وأعتقد أنها كانت يعني مشاركة مقبولة لحد كبير لا هو الحمد لله طبعا بعد ما حصل طبعا كورونا احنا كان في نقطة هنا مضيئة جدا للرياضة المصرية وإن هو طبعا إيه أن احنا عملنا بطولة العالم لكرة اليد في مصر وطبعا سيادة الرئيس رئيس عفتاح السيسي قدت ضوء الأخضر في أن كل الإمكانيات اللي هنا موجودة في مصر سخرت والحمد لله البطولة طلعت على أعلى مستوى دي قدت ضوء أخضر لليابان اللي هي كانت أصلا أجلت بطولة أجلت الأولمبياد من 2020 ل2021 قدت ضوء الأخضر في أنه هو قال لك مصر بتشتغل إزاي ومصر عملت موضوع الإجراءات الاحترازية إزاي وموضوع الكابسولة الطبية اللي احنا عملناها بشكل إيه هي خدت مننا هذا الكلام ونفذت هذا الكلام في دورة الألعاب الأولمبية اللي موجودة في توكيو فأصلنا على ست مدليات ده شيء جيد جدا جدا سيادة الرئيس طبعا شجع لعبتنا وشجع أبطاننا في شكل كبير والبراليمبيين برضو يعني دورة الألعاب البراليمبية برضو بعد منها على طول يعني كرم العديد من الأبطالنا اللي حصلوا على الميداليات هناك يعني طبعا من المتحد العقل طبعا سيادة الرئيس برضو كرم الأبطال ومنحهم الأوسمة الرياضية ومنح برضو المدربين مش اللعبة بس برضو المدربين اللي هم بزلوا جهده في وجود رؤسات اتحادات هذه اللعبات وطبعا البراليمبية احنا برضو عملنا نتيجة جيدة في ظل ظروف التصنيف بالنسبة للتصنيف الطب لبعض الأعقاد في المشاركات لكن طبعا تبقى رياضة رفع الأسقال طبعا من الرياضات اللي حققت نتاجي كويسة مع التايكوندو ممكن محمد الزيات مع أبطالنا المعروفين شريف وفاطمة عمر ومحمود أحمد ومديليتين برونز يعني احنا حققنا خمسة فضة واثنين برونز في البراليمبية أنا عايزة أقول أني طبعا سيادة الرئيس الرئيس عفتاح السيسي حريص جدا على دعم أبنائه بشكل عام والرياضيين بشكل خاص طبعا سيادة الرئيس على طول استقبل اللاعبين وكرمهم سيادة الرئيس كتب على الفيسبوك أكتر من دعم لللاعبين عشان يشد من أذرهم ويرفع من قدرهم وطبعا يعني زي ما أقولك يعني كالرد فعله أضفى سعادة كبيرة جدا على الرياضيين المصريين وعلى وسط الرياض والشعب المصري كبير جدا قيادة السياسية بتكرم الأبطال بتوعنا يعتبر حافظ ودعم لما هو قادم خاصة أن باريس بعد ثلاث سنين فالوقته ليل فلازم يعني ومعظم الأبطال دي هتشارك في باريس بالظبط فلازم يبقوا مدعمين نفسيا خلال هذه الفترة من رأس نفسيا ومعنويا وطبعا ناس يعني عايز أقولك يعني أنت دلوقتي يعني مكافئتك أنك لما تحقق بطول أنك لتتقابل سيادة الرئيس فأن سيادة الرئيس كان حريص بشكل كبير جدا على أنه يقابل الأبطال وأنه يكرمهم في استجابة سريعة على طول يعني ما استمروش فترة يعني بعد الإحراز المدليات والوصول لمصر إلى جانب من الشعب المصري برضو بكرم الأبطال وأنه يستقبلهم وكان عملهم طبعا عربيات مكشوفة يعني احتفالية كبيرة جدا فعايز أقولك أن فيه ده ده شيء يعني جميل جدا يعني وحتى من الشعب المصري والناس دلوقتي يعني متجاوبة ومحبة جدا للرياضة وعارفين دلوقتي الأبطال ما بوشي دلوقتي احنا عارفين أسماء نجوم لعبة كورت قدم بس احنا عارفين أسماء العديد من الأبطال يعني خاصة لما الرئيس أطلق أسميهم على بعض المنشآت على العديد من المنشآت يعني اللي هي بيتم إنشاءها وكده إلى جانب إن احنا برضو الرئيس اهتمامه الكبير بالرياضة احنا عندنا مدينة رياضية على مستوف العاصمة الإدارية الجديدة وده استضفنا فيها العديد من البطولات وجاهزة لاستضافة العديد من البطولات وحنستضيف فيها كتير أنا عايز أقولك أنه رؤسات اتحادات الدولية دلوقتي لما ييجو مصر بقولك احنا عايزين نعمل بطولات في مصر بعد الإنجاز العظيم اللي هو موجود في العاصمة الإدارية يعني بشكل كبير فهذا شيء جميل جدا بالنسبة لي برضو يمكن في أواخر العام كانت مشاركتنا في كرة القدم في كاس العرب ورغم أن كثيرين غير راضيين عن المركز الرابع في هذه البطولة إلا أن البطولة حد ذاتها بشكل عام كانت احتفالية عربية رائعة كان صعب أن احنا نغيب عنها ولكن رأي حضرتك في المشاركة سريعا كأحد نقاط الحصاد في عام 2021 وبتنبئ بإيه في الكان في 2022 عايزة أقول حضرتك مشاركة جيدة جدا إيجابياتها أكبر بكتير من سلبياتها من وجهة نظري المدير الفني حاب يكتشف بعض النجوم المصريين من اللاعبين كور قدم ظهر أكتر من اللاعب موجود في البطولة ما كانش فيه يعني تحديد أنك أنت عايز مثلا تكسب أول أو أنك أنت بتنافس لكن طبعا أنت عارفة لما تقدم ماتشات كويسة يظهر عندك أكتر من نجم وتقدر أنك أنت تكسب بيبدأ عملية الطمع يعني معروف الطمع في الكرة كبير جدا في أنك أنت تحقق نتائج أفضل لكنه بشكل عام يعني شيء إيجابي جدا من وجهة نظري إنك أنت دلوقتي هو المدير الفني شاف أكتر من حد مع مديرين فنيين تانيين كان بيقفل على مجموعة المنتخب وما بحبش يدخل حد نجوم جديدة أو وجوه جديدة على اللاعبين اللي هو موجود فدي رؤية ودي رؤية لكن ظهر لنا أكتر من اللاعب موجود وأكتر من اسم موجود وكانوا بشكل كبير جدا ولقوا يعني استحسان ودي كانت من الإيجابيات اللي هي الكبيرة اللي موجودة بالنسبة للمنتخبنا شفنا منتخبات ممكن نقع معاها احنا بعد كده يعني احنا ما شفنا الجزائر وشفنا تونس ولعبنا مع الجزائر مثلا ولعبنا مع قطر ولعبنا مع أكتر من فريق ولعبنا مع تونس فانت دلوقتي تونس والجزائر تصنيف أول احنا تصنيف تاني يعني تونس والجزائر فاحتمالية إن كده لما يبقى فيه قرع فاحتمالية إن كده ما تعرفش يعني تونس الجزائر المغرب تلاتة في تصنيف أول فاحتمال جدا إن كده تقع مع يعني مش ده ممكن ما تيجي مع السنغال مثلا لكن هي القرع ممكن توديك ممكن توديك ما أنا بقولك ما تصنيف أول ما تعرفش القرع ممكن توديك فيها لكن أنا من وجهة نظري لما لما نبقى مع دولة عربية يبقى يبقى أفضل خاصة الماتش الأولاني برضو نقطة مهمة جدا إن كده ما تشكل أول هيبقى هنا عشان برضو تصنيف تاني فما تشكل أول هنا والماتش التاني يعني ميزة لصاحب التصنيف الأول بيبقى التاني على أرض فعنا كنا كنا ناجيريا ما ناجيريا يعني ممكن احنا على فكرة كنا قريبين جدا جدا والمستوى متقارب بشكل كبير جدا جدا وإنت عندك لعيبة ونجوم زي محمد صلاح والنين ويرو طبعا والتريزيجي ومجموعة كبيرة من الأسماء التقيلة اللي موجودة عندك بتدي تقلل المنتخب المصري يعني إن شاء الله بالتوفيل مسألة التأهل إن شاء الله يعني بإذن الله موجودة إن شاء الله عندنا أمل كبير إن احنا نتأهل إن شاء الله يمكن بذكر تونس بقى يمكن تونس كانت على موعد مع تقلق للعديد من الرياضات يمكن فوز منتخب مصر الكبار والنشرين في كرة السرعة في تونس بطولة العالم ليه كانت أيضا من الإنجازات والنقاط المضيئة في عشرين وواحد وعشرين يعني أولادنا شاركه في بطولة العالم كان في تونس وجابه ما يقرب من 12 مديليا دهب طبعا كرة السرعة من اللعبات اللي هي مصرية المنشأ وسيطرة مصرية عليها طبعا ولازلت السيطرة موجودة ولها طريقة لعب معينة وسهل إن هي تتلعب وممكن يبقى لها انتشار كبير جدا ومحببة لكتير من المصريين وإحنا الحمد لله في سيطرة مصرية يعني مش في كرة السرعة بس وفي ألعاب تانية برضو من الألعاب الأخرى الرياضية برضو تونس كتعلامة وعيد مع تقلق ناشئين في ألعاب القوة وفزوا بالبطولة العربية في تونس وطبعا ده يعني أنا دايما ألعاب القوة بحب يعني إن إحنا يتقدم فيها لأن إحنا إلى حد ما على خريطة ألعاب القوة عالمية مش بينين قوي خاصة في السرعات إحنا بمكن في الرامي هو بالنسبة أفضل شوية هو من زباد من فترة يعني تحدى ألعاب القوة يعني بازل مجهود لكن إحنا في الرامي مستوانا كويس جدا إحنا في السرعات شمال أفريقي أفضل بكتير وأفريقيا السامرة برضو لأن عندهم مثلا نيكس بتالأكسجين بتأثر لكن عندنا إحنا كان دكتور ناجي أسعد الفترة اللي هو كان ماسك موجود فيها وكده كانت فترة طيبة جدا لمتخب مصر إحنا في الرامي على وجه التحديد إحنا شاركنا بما يقرب من 24 لعب في بطولة ألعاب القوة في تونس وجبنا ما يقرب من 23 مديليا مشاركة جيدة لكن الألعاب القوة من اللعبات اللي إحنا مفروض نحط عين عليها جميل لأن دي فيها 48 سباق 48 سباق عندك مديليات كتير يعني أنت عندك لعبات إنك إنت لازم تحط عينك عليها لأن تتحقق لك مديليات كتير جدا ألعاب القوة زي السباحة زي الجنباز من الألعاب اللي إنت فيها مشاركات كتيرة جدا تعمل لك حصات كبير جدا من المديليات إحنا عشان بعيد عن هذه الألعاب هدام بحصدنا مش كبير في عدد المديليات يعني لو دخلنا وحطنا في دماغنا بقى السباحة هي السباحة زي ألعاب القوة لاتنين وريبين من بعض لكن الألعاب القوة أكبر لأن الألعاب القوة أنك إنت عندك طبعا سباقات العدو وسباقات الجاري وطبعا القفز أكتر من حاجة فيه قفز بالزانة وفيه وسب سريع وفيه وسب سلاسي وسب عالي وسب طويل فطبعا ده تلات أنواع ده كل ده مديليات إلى جنب الجاري والعدو كل السباقات بقى الرمي من جلة ورمح ومطرقة وقرس كل دي الألعاب دي يعني زعب لطيف قبل ما نين يلققنا توقعتك لمنتخبنا في الكام بما أنها هي على الأبواب متوقع له ايه احنا عندنا نيجيريا وعندنا غينيا بيساو وعندنا السودان في المجموعات يعني أنا عايزه لحضرتك طبعا إن شاء الله توقع يعني منتخبنا حاليا يعني مستوى جيد جدا وتوقعنا إن شاء الله احنا بالنفس بقوة جدا على الفوز بالبطولة إن شاء الله بإذن الله وتكون بداية جيدة للكرة المصرية مع بداية عام جديد شكرا جدا الكاتب الصحفي الأستاذ عبداللطيف إسماعيل الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير خبار الرياضة كل سنوح راك طيب ألف شكر سعيد عليكم كل عمانتم بخير وألف شكر مشاهدينا في كل مكان ساعدنا بوجودنا معكم نهاردة فعلى وعد دائم بلقات أخرى قادمة انتظرونا غدا وفريق عمل جديد بنسبع عليكم ترجمة نانسي قنقر